أحداث رمسيس وأحداث جامع الفتح كل هذه أحداث مواقفك فيها كانت مواقف تؤكد التهم المنصقة عليك حماس ومفاعلاته لما اتخرجت الأربعة عربية أو العربات الكثيرة الكسيفة في غزة وحطين شعار الإخوان المسلمين وعلامة ربعة ومدججة بالسلاح بتهدين في حالة استعراض هم اللي الفيديوهات هلية هم اللي نزلوها يعني نزلة من غزة هم اللي نزلوها طب بتستعرض وتهدد من بهذا الشعار وبهذه العلامات والأسلحة أسلحة واضحة والعصابات السوداء ومشابه هذلك كل هذه الأمور وحن في مشهد شديد الخطورة على الأمن المصري العالم الخارجي يتأمر على مصر بشكل كبير لم يتبقى إلى الجيش المصري سوريا انتهت تقريبا يعني دخل في حرب أهلية ومباما تمتد سنوات طويلة لم يتبقى هو المشهد اللي عمله صدام حسين ده من زمان لم يوقف هو حسن مبارك وعلى عبدالله صالح كان عاملين تحالف عسكري كده في أواخر التمينات ربما من ساحة المشهد ده وأمريكا وإسرائيل على هذي الديوش لابد أن تفكك هذي الديوش